يا محافظ اسوان يا اهل اسوان مبارح بيكلموني في الناس مش قادرة تشتغل وعايزة تشتغل ولسه كنت بكلم الدكتور مصطفى على بحيرة نصر وانتاج السمك البحيرة دي اول ما بدأت كان كامل الانتاج بجيب 25 دلوقتي دلوقتي هي كانت في الفترة اللي فاتت جابت 16 و 17 دلوقتي جابت 25 و 27 اللي كانت اول ما اتعملت كان كامل ده كانت بتجيب 80 الاول طب ما بجيبش 80 ليه هو احنا قال لنا ولا زي قال لنا عدد السكان ولا زي للمفروض نزيد نزيد انا لما انزل كاملات انا بقولها معالش بقى انتوا اللي بتستدعوني ان انا اتكلم في الحجات دي هي البحيرة دي تبع مين تبع تبع مين يعني تبع هي تصرف سمكية يعني تبع مين يعني برضو تبع وزير الزراعة اهل المساكل اهل المساكل او تفاكرين ان احنا عديل من نتكلم هنا مع بعض بنحرك بعض هو زنبك لا والله انا بحلب بالله زنبه زيز الزراعة ده لا لا طب اللي قبله لا طب اللي قبله لا لازم تعرفوا تاني ليه البلد دي ضعت اللي كان بيطلع تابنين الف طن يعني ايه يعني الناس اللي بتستد بيرجع بيته جيبه مليان جيبه ايه دكتور مصطفى مليان جاء جاب له ميت كيلو جاب له مية وخمسين كيلو حتى لو كان ثمانهم قليل حيلاقي ارشين كويسين في جيبه غير بقى لما ينزل يجيب له 20 كيلو يستطل له 20 كيلو حتى لو كان السماء الغالي انا بقول كلام معقول طب هم ما تعملوش ليه نزل من من اربعين سنة ولا اكتر من ثمانين الف طن لعشرين ولا كده حقول ليه حقول لي ان بزارة الزراعة متمثلة في الهيئة السروة السمكية الكلام ده بالمناسبة مش بس لبحيرة ناصر طب ما الباردويل طب ما بحيرة المنزلة مش كده ولا ايه كل البحيرات دي كانت بتطلع سمك قبل ما نقول للستزراع السمك اللي بنتكلم فيه دلوقتي طب تقول لي يعني احنا لو المزارع دي المحطات دي البحيرات دي بتطلع انتاجها ويتنمى كان مش هنحتاج السزراع السمكية لا حنحتاج ليه عشان عدد السكان عشان فيه حيبقى فيه فجوة بين اللي بيطلعه وبين اللي انت محتاج وبالتالي انا ما اقدرش لو كان الفدان يجيب ستين ولا خمسة وستين انت ما عندكش خيار غير انك انت لازم توصل ليه للخمسة وستين ليه انت هيتزود دخلك اذا كنت الفدان بيجيب لك 10 تلاف جنيه هيبقوا 15 يبقى انت ساعدت نفسك وساعدت اسرتك ولا لا لو انت بتجيب المركب بتجيب لك 10 ا 15 كيلو دلوقتي ولا 20 كيلو ولا 30 اربعين كيلو هتجيب لك 200 طب لما يكون 200 هتخفض سعرهم ولا هتخليهم زي هتخفض لان بدأ كنت بطلع 80 الف طن اسف 20 الف طن هتطلع 8 الف طن طب انت فاكر مش يعني احنا انا ما اتكلم نفسي معاكم او انتوا فاكرين احنا جايين نعمل مراسم احتفالية ان انا جيت زيادة السعيد وبتاعه وكده لا 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 احنا جايين نبني بلدنا ونتكلم بجد واي حد ما عرفش الكلام الجد حرم عليه اللي ما عرفش الكلام الجد ويتحمل المسئولية اللي مصير 100 مليون انسان ما هو كلها عناصر جنب بعضها كده ده زراعة ده صناعة ده كده لو كل واحدة من دول نكحة البلد دي تطلعته يطلعته قدام ده يحصل له وهن وده يتعب وده يضعف التعليم يخيب والصحة تخيب والصناعة تخيب والزراعة تخيب يبقى البلد ايه تتهد وشعبها يوم ايه يوم يعمل ايه يهدها ما عندوش امل فعليا فيعني والدكتوراه هلا برضو اكتر حاجة تعملها اكتسامة لطيفة وخلاص ما بيش هتموتنا يعني ولا ايه مش كده يعني تاني تاني ازاي اللي احنا بنفكر فيه نعمله ازاي تخلي التمانين الف طاني بمئة الف طاني مش تمانين الف طاني ده انا وانا بنفتتح الترعة بتاعت التوشكة التوشكة بقول لهم هل لو زراعة السمك اللي هرمينا فيها شوية سمك ممكن يعملوا مشكلة للرأي ولا حاجة قال لا فيش ممكن نزاية الترعة كلها يعني للدرجة دي طب ما للتامنين البحيرة بتاعت نصر دي انت فاكر انا كنت توشكة دي تقدر تزع تقدر تلمي فيها سمك ويبقى لمدة سنة والاتنين دكتور مصطفى ويبقى عائد كويس اه بس هتنقله ازاي هتحط له محطات تبريد ازاي هتجيبه من المنطقة دي ال700 و800 كيلو لمصر ازاي او للاسواق ازاي المنطقة دي ماشي وبعدين فانا لما بكلم بكلمكم وبتكلم معاكم قدام الناس انا بقول لي بتهتموا ببلدكو وخايفين عليها وبتقولوا احنا ظروفنا صعبة الفرص موجودة وربنا سبحانه وتعالى يعني عايز اقول كلمة مهمة اوي مفيش عصفورة قالتلو يا رب وانا طلع لو طلعت هتاكني ولا لا ما قالتلوش كده بتطلع وتلاقي ارزقها طب احنا نازم كمان انا بتكلم على مخلوق ضعيف جدا جدا ومخلوقات كتيرة جدا بتجري على ارزقها وربنا بيرزقها واحنا لازم نجري على رزقنا وبعدين مفيش فرصة فرصة لحاجة زي كده هل ما هي يا فندم هل ما تتعامل هو هم المواطنين اللي موجودين اللي عايزين فرص عمل لو انت النهاردة جيت قلتلو امتعالوا في اننزل على الخمسين الف فدان دول كبرنامج قومي لمحافظة اسوان او للمحافظة اللي فيها اكبر فيها الخمسين الف فدان بتوع القصق دول وننزل عليهم ونقعد كمسؤولين على الارض دي لغاية للمنزل بالخمسين اذا كان عندي شترات ليهم الخمسين الف فدان دول مشتولين ما ايه مشتولين ده انا كده التجربة هتسمع والطريقة هتسمع والناس اللي بعيدة عنده يقولك يا قعدوا اسبوع او لعشر ايام على الروس الغيطان عشان يحطوا الشكل عشان يزود الانتاجية خمسين في المية عملي